عدد من الصحفيين الإسبانيين قللوا من شأن المنتخب المغربي والبعض قالوا أن المنتخب المغربي لا يستحق أن بعض اللاعبين المغاربة لا يستحقون اللعب كذلك في دور الليغة الإسبانية الدور الممتاز وكنا نعتقد أن بادري سيكون معك في هذا المقصمر الصحفي لما ليس معك لا تتكلم أنه سيكون هنا لا تخاف سيكون هنا هو ينتظر في الخارج لأنه مهزب للغاية ولا يريد أن يقاطعني ولا يريد أن يأخذ من شعبيتي كذلك والسؤال الأول لا أعرف ما قيل على النصير وطبعا طبعا فهم بيانات اللاعبين طبعا يبدو أن اتجاها كان مدرد يمكننا قول أن النصير هو من أفضل اللاعبين والمنتخب المغربي هو من أفضل منتخبات في هذه البطولة يملكون فعلا لاعبين متميزين رائدين ورديهم مدرب كذلك مدرب متميز إذا كان أحد يقلل من أهمياتهم ومن شأنهم ليس نحن كذلك أنا المدرب الرجراجي والمنتخب المغربي فعلا متميزين بأدائهم في هذه البطولة السيد أو المدرب الرجراجي قال أنهم سيكون لديهم دعم ليس فقط دعم المغرب بل كذلك الأفريقيا والبلدان العربية فهم المنتخب الأفريقي الوحيد المتبقي في هذه البطولة سؤال كيف سيتعامل لعبو الإسقان مع هذا هذا الضغط نحن طبعا هل هذا تشكل مشكلة لكم تغطن إضافيا أو ربما تحفيظ لكم هذا يذكرني بمباراة ضد رواتيا في كذلك ودور الثلاثة عشر ضد رواتيا كان هناك هنا لدينا أربعة ألاف مشجع مشجع إسباني سوف نسعر بالدعم ونحن نحب الملعب أن يكون فعلا محسودا بالجماهير أو حسدا ويكون حاشدا المغرب بلد أن أملكوا علاقة مميزة معهم هو إحتفال بكرة الحضام ليخذ الأفضل غدا المغرب فعلا سوف يتم تصدير دوره في هذه البطولة بالتاريخ المباراة فعلا هذه ستكون مباراة حاسمة لنا وسوف نستمتع بها حظا طيبا غدا حضرت المدرب على المستوى أن أعرف كيف تشعر أنت واللاعبين أنا أشعر أشعر بشعور رائع كالعادة اللعبون الأجواء جلسات التدريب كل شيء يسير على ما يرام وبطريقة ممتازة إذا في هذا الأسبوع كنا نفكر بعد المباراة بعد مع اليابان ما علينا أن نحسنه ما هي النقاط والجوانب التي علينا أن نعمل عليها ونحسنها أرى أن اللاعبي المختلف المنتخب حسنا بإمكان المتحدث المدرب من المدرب ونحسن مرحلة في الإقصاء وإذا خذتنا سوف نرحل وإذا فوزنا سوف ننتقل إلى المرحلة التالية هناك الكثير من الروابط والعلاقات بين إسطانيا والمغرب وهنا الكثير من المغربيين يعيشون في إسطانيا والعكس صحيح هل إذا مبارد غدا مميزة بشكل إضافي غدا بسبب هذه الروابط نعم أعتقد أن العلاقة بين البلدين هي لطالما كانت علاقة جيدة وودية للغاية هناك الكثير من المغربيين يعيشون في إسطانيا ونحن نخطر ذلك أنا أعرفهم عن كثب وأنا أعتقد أنهم سعداء بالعيش في إسطانيا وأعتقد أن الهدف غدا هو أن نشاهد نشاهد مباراة مذهلة مذهلة ونحاول أن نستمتع فعلا بمنتخبين البلدين هذا هو هذا السؤال الثالي هنا نعم نعم أعتقد أنه سوف نخسر لا علينا أن نصل الكرة بأفضل طريقة ممكنة إلى منطقة حارس العالم إذا ما دخلنا في مقزق نعم سوف نتبع خطة الطريقة الطويلة ولكن هذا الشيء يجب أن يقرره اللاعب على أدي الملعب سواء دافعنا أو هاجمنا لأن المهاجرين في كذلك الخط الأول في أدفاع لكي نخفف الضغط على مدافعنا وعلى خطوة وسطنا وبالتالي هو أمر كل ذي يجب النظر إلى كرة القدم في رغمتها هذا ما أرى بكرة القدم هذا كيف أرى بكرة القدم كل مفتوح، كل طريقة اللعب مفتوحة وتفسيرات وتحليلات لكل برغمت القدم هذه خطارك متاحة وإذا ما لعبتم بفقرات طويلة خلال المرحب ضد اليابان لا تبدأ أهدافاً هذا غير وارد أنا لا أتفق مع تاريخ التفكير هذه وترى التحليل هذه أنا ليس رأي ما أقوله وأنا لا أستمر في لعبنا من الخلف من الخلف كما عهدتمونا المتخب المغرب متخبا قيمة ونتمنى أن نحقق الفوز وإذا لم نحقق ذلك فهذا شيء مقبول كذلك أنا أقول أنني وكما كررته نود أن نلعب سبع مباريات هذا هدف إذن نصف مشجعي المغرب يحبونكم وأنا من هؤلاء المشجعين الذين يحبون المغرب ويحبونك كمدرب وكذلك وأنا أعرف عندما كنت في بارتلونا لم تصل بعيداً لذلك مع ذلك القريق الأسباني ما تغير بين لذلك هل يمكن إعادة السؤال لقد كنت مدرب حسنا لذلك هو ما تغير منذ عام 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 Deal مع كل الإجرام لكل لكل اللعبة لا يزال مشابهة في بارتلونا كانت الفريق متميزا وستمرأنا في تطبيق نفس الحلسفة نفس الأفكار الكروية بدأنا كذلك حاولنا أن نطبق نفس مبادئ اللاعب مع اللاعبين بعض اللاعبون هم سينكسبون ولكن بالنسبة لي طبعا هذا عرض علينا أن نحاول أن نقدم أو نرفع بالأحدى للمسجعين لكي يمرح وهم يشاهدون لا يجب فقط أن نذهب وأن ننتصر بأي طريقة علينا أن نقدم ترتيها للمسجعين للجمهور هذا يجعلنا نلعب بطريقة مختلفة واللاعبون يريد عليهم أن يفرحوا كذلك ويستمتعونه وبالتالي لم يتغير الكثير منذ عام 2015 واليوم ربما مرحبا سيد انريكي أريد أن أسألك عن رسالات في بطولة أمم أوروبا السابقة لا قد فست بركلتين جزاء هل ستتقد أن ركلات الجزاء يمكن التدرب عليها والتمرن عليها ولهذا يعتمد على الحظ وكذلك تتدربون أنت في المتخب الإسباني على ركلات الجزاء نعطي الذي سيتم لعب المباراة فيها ضد المغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة